صنية للجاج مع الزعتر الأخضر وهلأ موسم الزعتر الأخضر بزيت الزيتون البلدي مع البصل والسماء بالبندورة والزرشك ولا أطيب من هيك بتاكلوها تغميص بخبص تنور أو خبص طابون بتعملوا عجنبة متبل حمص وبطاطا مقلية ما في أطيب منها ومكوناتها سهلة وبسيطة ومتوفرة بكل مطبخ وبكل بلد بتعملوها طبق غدا رئيسي للعيل بتأدموها أنا عملت عجنبة بطاطا مقلية وصحن صلاتة خضرة وكمان شوائد بطاطا بالفرن أنا بحب كتير عجنبة بطاطا بالفرن وهون هايدي مع كرونة الطيبين مع كرونة مفلفلة مع الصلصة كتير طيبة هايدي مع كرونة محمرة وفلفلتة بالصلصة وعملنا عجنبة الصلطة والبطاطا وفيكن تأدمو كمان متبل حمص كتير طيب معاها أول شي للجاج أنا بحب استخدم للجاج وزن كيلو كيلو 200 جرام ومغسل مقطع من شي للطرف الأخير من الجانح مش كويس بتجمع فيه الدم الفاسد دايما نشلوه وكمية كبيرة من البصل هايدي الوصفة ما فيها مقادير قد ما بديك تعمل الجاج بتكتريله بصل وحطيت لهم بندورة وفلفل أخضر حار إضافته اختياري وقطعتهم قطعة كبيرة لي بينه معلق الطعام توم مهروس معلق الطعام من دبس الفلفل الأحمر الحلو بيعطيها لونه طعم طيب ملح أنا عملي جاجتين فيكن تعملوها على جاجي واحدة ما بيأسر زعتر أخضر أنا عندي كمية من الزعتر الأخضر دايما بتلجو بموسمه أنا حطت لكون طريقة حفز الزعتر الأخضر تغسلوه بتنشفوه كتير كويس من المي حطيت معلق الطعام من بهارات للجاج معلق الطعام بهارات مشكلة من مجموعة بهاراتي وبهارات للجاج من مجموعة بهاراتي شطة مجروشي إضافتها اختياري فيكن تلغوها معلقة أكل مليانة دبس رمان كمان منضيفه عليهم وعصير شي ثلاث حبات ليمون بدون كمية من عصير الليمون أطيب وسماء معلقتين ونصف أكل من السماء كاترولة سماء طيب كتير معاهم دايما الزعتر بيحب السماء شي ثلث كوب من حبوب الزرش هيدا بيعطيهنو حموضة وأفضل بكتير من إنكن أنتو تضيفوا رمان ضفت شي ثلاث ارباع الكوب مي دعاكت للجاج بكل التتبيلي اللي أنا ضفتها كتير كويس وخلوهن شي ساعة مدعوكين زودت لهم زيت زيتون أنا هون حطيت نسيت أسكر زيت زيتون شي ثلاث ارباع الكوب لأنه نجاجتين وزودت زعتر أخضر شوي ودعاكتون كتير كويس بهاي التتبيلي وبتكون عنا جاهزة خلوها منقوعة شي ساعة بعدين دخلوها على الفرن لا ياخدوا طعم الخلطة غطيتون ورق زبدة وورق ألمنيوم على الفرن بس ما في أسهل من هيك تقريبا حسب وزن للجاج أخدت معي ساعة ساعة وربع بعدين كشفتون وشعلت الشواية من فوق وعطيتون تحميرة للجاج تحت الشواية وبتقدموا بتحطوا سكينة بطرف لحم للجاج وتشوفوا إذا استوى خلاص بيكون كافي فوزن للجاجة هو اللي بيعطيكن الوقت بالفرن استوت عندي تأكدت أنه نستوى حمرتن شوي تحت الشواية وخلوا فيها صلصة علشان تغمسوها لأنه كتير طيب يتغميس بالصلصة زي ما أنتوا شايفين وصارت عنا صنية للجاج بالزعتر الأخضر مع البصل والبندورة والليمون وزيت الزيتون والسماء ودبس الرمان والزرشك الزرشك أفضل بكتير من الرمان لأنه الرمان حيدوب وما رح يبين أما الزرشك ما بيدوب لأنه مجفف وبيعطيكنوا حموضة وعجنبون البطاطا المقلية وبطاطا بالفرن وباقي الصغار كان بدون معكرون مفلفلة فعملت لهم معكرون مفلفلة بالفرن جربوها تغميس بخبز إيراني خبز طابون بده هيك خبز سميكة عشان تتشرب الصلصة والتتبيل كتير طيبة وكتير مغزية وكتير نكهاتها مميزة بإضافة دبس الفلفل بإضافة الزرشك فيها بيعطيها طعم ونكهة كتير طيبة مع دبس الرمان ومع السماء ومع البندورة وصفي ولا أطيب والدجاج ما شاء الله دايب دوب وماخي الطعم ونكهة التتبيل والزعتر الأخضر إلو نكهة وريحة وطعم كتير مميز شايفين كيف وبتقدموها لغد العيلة وبتقدموها بمناسباتكم وجمعاتكم تغميس والأطيب وعلينا وعليكم بالعافية حبايبة